أبراج مصر شركة مصرية اتبانت بيئدين مجموعة مهندسين فكروا ازاي يطوروا نفسهم بمجتمعهم ومصر كلها أبراج مصر لما جات تفكر في مشروع فكرت لأي جديد ممكن يفيد البلد ومن هنا جات فكرة البناء بزكاء أبراج مصر أصرت على مبدأ البناء الأخضر صديقه البيئة عشان يسهل حياة سكانه ويحسن من ظروف البيئة وبنفس الدافع أبراج مصر بتبني مشروعات كتيرة منها في لورينتا يعني ايه البناء الأخضر؟ وازاي بيساعد في حل مشاكل بتقابل المواطن المصري في حياته اليومية؟ مشاكل زي انقطاع الكهرباء لقينا حل الوجود مصدر بسيط ينور أي غرفة في البيت وكمان فطورتك بتقل بنسبة 40% الطاقة الشمسية بنولد بيها طاقة كهربائية وبنسخن بيها شبكة مياه ساخنة وطول ما في شمس بتقدر تسحب طاقة عن طريق خلايا شمسية وبعد كده من المخزون تقدر توفر جزء للبيت وعشان أبراج مصر بتساعد كل المواطنين على ترشيد الكهرباء حطينا عوازل في الوجهات الخارجية عشان تحافظ على درجة الحرارة داخل البيت مشكلة تانية زي مشكلة المياه وعشان توفر المياه استخدمت مياه معالجة لرأي الجنين والأشجار 45% من المياه المستخدمة في الرأي وسنديق الطرد معاد استخدامها مشكلة القمامة فلورينتا بتشجع تدوير المخلفات عشان نحسن من تعاملنا مع البيئة مشكلة الزحمة موقع المشروع المميز ربع ساعة من كل حتة عشان توفر في البنزين وتزيد من راحتك وبكده مش بس هتعيش في راحت بال انت كمان هتساعد في تحسين الحال الاقتصاد الأخضر يساعد على التوفير لحياتنا الشخصية وكمان للبيئة اللي بنعيش فيها أبراج مصر وقعت على بروتوكول تعاون مع المجلس المصري للبناء الأخضر شارك معانا في هدفنا ودعم اتجاهنا أبراج مصر البناء بزكاء